واستحالة الطوارئ المفروضة في العاصمة الفرنسية باريس تولى أصغر رؤساء فرنسياً إيمانويل ماكرون مهامه الرئاسية رسمياً بعد أسبوع من فوزه على منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين المستقل إيمانويل ماكرون تولى مهامه الرئاسية رسمياً خلال مراسم تسلم وتسليم من الرئيس المنتهي ولايته فرانسوا أولاند في قصر الإليزاب العاصمة الفرنسية كرئيس ثامناً لجمهورية الفرنسية الخامسة لفترة تستمر خمس سنوات ماكرون الذي حسم معركة الرئاسة لصالحه تنتظره معركة الانتخابات التشرعية التي لا تقل أهمية عن الأولى فالفوز دون أغلبية برلمانية لحظبه أجمهورية إلى الأمام قد يذهب ببرنامجه الانتخابي أدراج الرياح لأسيماً وأن ماكرون حديث العهد في العمل السياسي ولا يمتلك خبرة في الانتخابات التشرعية ماكرون الذي تسلم شفرة السلاح النووي الفرنسي أكد خلال حفل التنصيب أن مهمته الأولى هي إعادة الثقال الفرنسيين بالدفاع عن علمانية الجمهورية والأمن إن الفرنسيين اختاروا الأمل وروح الانتصار ورفضوا الانعزال أو الانقطاع عن العالم أو الانقسام وجددوا إيمانهم بالقيم التي جعلت منهم شعباً عظيماً أتعهد بالعمل على تجاوز الانقسامات بكافة أنواعها فالعالم ينتظر منا أن نكون أقوياء وموحدين ورغم أن مصدراً مقرباً من الرئيس ماكرون قال إنه سيتم تعيين رئيس الوزراء الجديد غداً والإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة سيتم الثلاثاء المقبل بيد أن الترشيحات الأخيرة لم تصدر بعد إذ سيحاول ماكرون وبحسب مراقبين للشأن الفرنسي استمالة أعضاء من اليسار واليمين والمعتدل علّه يصبح رئيساً لكل الفرنسيين كما صرح خلال حملته الانتخابية